السؤال هل ما يصيب الصالحين يكون عقوبة لهم أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث إذا كان تركوا الأم معروفنا عن المنكر هذه عقوبة طبعا وبعثهم على أعمالهم عدل من الله لأن الأعمال الصالحة جواز في الآخرة وما وقع في الدنيا يكون تكفيرا وقوله إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه يكون العقاب في هذه الحالة تطهير ويكون تكفيرا يا عائشة إن الله إذا أنزل سطوته بأهل نقمته وفيهم الصالحون فيصابون معهم ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم وفي رواية إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه قالت وفيهم أهل طاعة الله عز وجل قال نعم ثم يصيرون إلى رحمة الله يصيرون إلى رحمة الله معناها أن الاستقامة هذه مفيدة حتى لو نزل عذاب وجاء الهلاك وجاء الموت فإن صاحب الخير والصلاح يلقى الله على صلاحه وعلى غير الذي هو عليه وهذا معنى حديث يبعث كل عبد على ما مات عليه يبعث على الحالة التي مات عليها وكذلك حديث ثم بعثوا على نياتهم